الشركات اللي تضروا بسبب كورونا واضطروا يوقفوا بعض أو كل أجراء من الخدمة يمكن لهم يستافدوا من الدعم ديال صندوق جائحة كورونا بشرط تكون المقاولة كتستجب المعايير ديال المرسوم رقم جوج 20-331 اللي صدر عن مجلس الحكومة أولاً يكون النشاط ديال المقاولة متوقف بقرار إداري ثانياً رقم الأعمال ديالها نقص بـ 50% على الأقل في هذه الفترة وما يفوتش عدد الأجراء اللي صرحت من العمل ديالهم 501 ثالثاً يكون رقم الأعمال ديالها نقص بـ 50% على الأقل وعدد الأجراء اللي غتصرح مؤقتاً أكتر من 500 رابعاً يكون رقم الأعمال ديالها نقص بنسبة كالتراوح ما بين 50 و 25% ولكن في هذه الجوج حالة الأخرين كي يتحال طلب ديالكم على لجنة خاصة اللي كتقرر واش تستفدو للا هاد الحالة كلهم معنيين بتصريح بالأجراء اللي تم تصريح ديالهم مؤقتاً وده بغدي نشرح لكم الطريقة الجديدة باش تصرحوا من اللي تدخلوا للمنصة؟ غت تعطيكم لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحتوا بهم في شهر فبراير 2020 هتختاروا منهم جميع الأجراء المتوقفين مؤقتاً على العمل وهنا كتختاروا شحال المدة ديالتوقف ديالهم عن العمل ومن بعد كتكليكيو على أفشي لا ليس دي سالة غير سيلكسيوني باش تأكدو من الأجراء اللي اختاريتو ومن بعد كتخرج لكم هاد صفحة باش تأكد المعلومات اللي دخلتين وتقدرو ترجعو تبدلو فيهم شي حاجة من هنا وفي الخر كتضغطو على ديكلاغاسيون سيغلونير كتصرحو بشرف باللي التوقف الكلي أو الجزئي لأن سيطات المقاولة كان بسبب تفشي جائحة كوفيد 19 وكتدير فاليدي ومن بعد كيطلع هاد الميساج باش تكون في رمي التصريح ديالكم ودابا غادي نوريكم كيفاش تصرحو دخلو كوفيد 19.cns.ma استعملو اسم المستخدم وكلمة سر ديال بوابة ضمانكم أو بوابة كوفيد 19.cns.ma وكليكيو على نوفل دمون اختاروا النشاط اللي خدامين فيه من هاد اللائحة اللي كتقترح عليكم المنصة إلا كنتم توقفين قرار إداري غا تعطيكم المنصة لائحة فيها جميع الأجراء اللي صرحت بيهم في شهر فبراير 2020 وتبعوا الإجراءات اللي شرحنا في الأول أما إلا ما كانش النشاط ديالكم في اللائحة اختاروا أخرى أخرى وكتبوا شنا هو كتعطيكم المنصة هاد الطابلو ديال الاختيارات باش تختاروا الحالة ديالكم وكتكتبوا شحال نسبة باش تراجعوا رقم المعاملات وتضغطوا على سويفون وتبعوا الإجراءات كيف ما شرحنا في اللول ولكن إلا كان رقم الأعمال ديالكم نقص بنسبة كتراوح ما بين 50 و 25% أو كان رقم الأعمال متراجع بأقل من 50% وصرحتوا بأكتر من 500 مستخدم في هاد الحالات بجوج كيتحال الطلب الإلكتروني ديالكم على لجنة خاصة حدد هالمرسوم الصادر عن مجلس الحكومة لهذا الغرض اللي غتدرسوا وغتتقرر واش تستفد المقاولة وغاديتوصلوا بإيميل كيعلمكم واش تقبل طلب ديالكم وتقدروا تتبعوا في المنصة وإلا عندكم شي تساؤل تصلوا على واحد من هاد الأرقام 08-0-00-7122 ولا 08-0-03-3333 تسويا وتساؤل تسي